المشن هو أب وعم وخال يحتاج لمختلف الخدمات والرعاية ليست فقط على النطاق العلاجي بل يحتاج إلى مساحة ترفيهية سواء من الأسرة أو المجتمع تعزيزا وتحفيزا ليكون له دورا إنتاجي فعال تقدم السن لابد أن يواجه بالتفاعل مع الحياة وممارسة الأنشطة التي تنمي من الحالة الصحية والذهنية لدى كبار السن مثل هذه الفعاليات تنمي الذاكرة عندهم وكمان تحد من التدهور الذهني مسن تعتبر الأمم المتحدة إنسان مهم بما قدمه طبعا من إسهامات كبيرة في المجتمع وأيضا الخبرات التي ما يزال المسن يقدمها الفعالية والتي تأتي بتنظيم من وزارة الصحة وفريق عمان لرعاية الوالدين وبعضا من الفرق الطلابية من الكليات والجامعات هي تلبية لتوصيات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجال رعاية المسنين احتفالا باليوم العالمي للمسنين هذه أول مرة يعني نحن نحضرها هذا الشيء الحمد لله يعني حفل يعني منتاز وحلو وقزاكم الله خير عسى يكون يستمر كون هذا دايما علينا وعلى أولادنا وعلى أولاد أولادنا عملنا نموذج صغير للمجلس أيضا حضرنا عدد من الأجهزة الطبية اللي هي يستخدمها كبار السن وهنا هدفنا كان نعرفهم عليها على الواقع ويتعرفوا عليها كيف يحصلوا عليها وهي طبعا بمتناول أيدي هذا المجلس يجمع المسنين مع فئة الشباب لإكسابهم الأدبيات الخاصة بالمجالس وكيفية التعامل مع الضيوف وتعليمهم الأعدات الصحيحة إلى جانب العديد من الفقرات والفعاليات المصاحبة ليوم المسنين خليجة بنت سليمان الشحية مسقط